اشتركوا في القناة امام المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة وش ممكن نعرف من عندك انتغر بعض النقاط اللي تداولت خلال هذا اللقاء هذا ولا بعض الحالات اللي عشتيها انتها يا شخصية بالمستشفى الإقليمي في الحقيقة كان بعض كثير من النقاط نقصدها في مقر جبي حول الاختلالات اللي كانت عنفها المستشفى الإقليمي الجديدة منها تدني الخدمات والعظام بعضها وفوق تدبير إداري وصل الواحد المستوى ضعيف جدا يعني الإنسان المغربي اللي تيجي من البوادي يعاني مرتين أمر من المسافات البعيدة ومرة أخرى هو العدام أو فقدان بعض الخدمات اللي هي أزاسية جدا وتصور معي مثلا في بقر الإسعافات طوارئ نجد طبيب طبيب مداوم نجد طبيب مداوم واحد مع ممرضة لحالات كثيرة أحيانا حدث خطيرا التي تجعل حوادث حوادث الزائر أو حوادث في البوادي وما إلى ذلك شكرا السلام عليكم ورحمة الله في مديحي عبد الرحيم كاتف إقليمي من العصور المغربية إدباع الحقوق الإنسان اليوم رأكم بالمقر الجمعية المغربية في إطار تعبئة ولا واحد المناقشة بخصوص ما يعيش هو المستشفى الإقليمي لباب الجديدة من إيمال فكسير خروقات إلى آخرين مهم تكشي كثير لا يعد ولا يحصل أنتم كحقوقيين ما هي النقاط الأبرز اللي أكدتوا عليها اللي كانت السبب فهذه الوقفة الاحتجاجية ستكون إن شاء الله اليوم اللي ستعلن عليه إن شاء الله أولاً دائماً أكبر شكراً مصور الأخ عبدالحكم في جريدة نيوز اليوم كانت عندنا واحد الاجتماع للحركات الأبطورية وهيئات المجتمع مدني والهيئات السياسية في تدعون وتشاور من أجل أولاً خوض وقفة احتجاجية ضد المشفى الأقليمي مدينة الجليدة اللي كان أعتبروه توصلنا بيدة شكايات متعددة وأن الشكاية فاقت كل تقريرات ونحن نعتبر المشفى الأقليمي هو بؤرة للفساد ونعتبرنا نقتصدها في المغرب كل شيء من بين المشفى ونعتبرنا بأنه هذا المشفى في التسييف ما كناش في إدارة ما كناش في موارد بشرية كنين في بعض أطباء سمحهم الله الذين يتاجرون يعني في هذا رضو هذا المشفى اللي هو عمومي رضو مصحة الخاصة وبالتالي فما حصل الآن وأنتم على عين بها وهي فضيحة الطبيب اللي ما كانش مداوين وعطى واحد الشهادة الطبية الفاق الثلاثين وعلى أساسها تغمى الاحتمال هذا موضوع آخر رواه في العلم والهدف لنا الآن جتزامنا مع هذه الفضيحة لأنه رصبت صلحنا للجريدة لديكم على أننا قادم نخضر محطة نظانية المسلسلة ضد المسلسلة بالتالي باش نحايدوا الأنسين على أنه رافع للجمعية المغربية اللي معتاها ضعب ديرو والعلي مسل والأخاطئة واللي اللي تكتبتها وهو مصحة اللي أعطينا الجريدة ديرو تفقنا في هاد والجتمع هذا التشاولي والتعاولي ما بين الهيئات قلت في الهيئات المجتمع المدني والهيئات السياسية والحركة الحقوقية وهو أولا هذا مع الساعة التاسعة صباحا ستأخذ الجمعية المغربية مقفة ارتجاجية تزامنية لكل حركات والتضامنية تزامنية تزامنية ضد الجلسة وضد الاعتقام تعسفي الجائر الذي نعتبره مجاربا للصوات الأصباء المغربية الدفاع والرسالة الجديدة لأنه كما قلنا عليه مؤامرة كبرى حيكت ضد هذا المنادل الشاب الجسور وبالتالي فمن خلال هذا الدفاع الإعلامي اليوم نجمع التضامنة مع المعتقل الدفاع والذي يقفع الآن في زنزالته وكذلك تقرر الخوف وقفة ارتجاجية يوم الخمسة الساعة الثالثة ونصف أمام الشفاء الإقليمي لكنها لن تكون الوقفة لا لأننا قررنا على أنها ستكون وقفة ارتجاجية مستثلة ضدًا على الفساد وضدًا على كل احتلالات التي تعرف الآن العام الخاص الصغير وكبير وكذلك على غياب المسؤولين لا أحد نتحاول معه لا أحد يمكن أن نعقل معه جلسة حوار ويبين لنا الأسباب من هذا التضغور الخطير للمصفة الإقليمي الجديدة التي توافت لنا عدة شكاية وتعليمي شكرا أشكال نضالية التي كل واحد ستطلب والثانية هي شكل نضالي على المجتمع الجديد ككل وهو ممتمثل في الحق في الصحة المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة التي أصبح عبارة على أي شيء إلا مستشفى نحن نعرف من عندكم لماذا ستجرد واحد لائحة فيها هذه المطالب أو فيها الملاحظات أو الخروقات لأن أي شيء ستأتي إلى المستشفى وبالتالي ستطلبوا أنها تصحح أو أنكم ستطلبوا بالنحية الإدارة المستشفى شكرا السلام السلام حكار مدير جريدة نيوز الإلكترونية الحاضر دوم بإستراب في قلب الهتمامات الحركة الحقوقية وميضالة 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 وماذا سنفعل هذه الوقافات والأشكال الميضالية التي تقررها لما يتعلق مختلفات الكبيرة وميضالة نحن سنرى اتجاه هذا مركزي هو إعادة هيكلة المستشفى لكل من ناحية التدارية والتنظيمية ومن ناحية المعاملات وتجهيز وتعامل عن مرضى وبتالي تجاوز جميع اختلالات التي نحن رأس لنا والذي تتبع معنا في الدوار في اللقاء بأن درجنا واحد عدد الاقتلالات فيها سوق تدبير إداري فيها قلة الموارد البشرية فيها قبيب التي مستجلت على مستوى جديد وإعقريم المواطنين فيها اتجاز للمواطنين هي تعسف على المواطنين ولكن أخطر لكن في هذه المؤسسة هو التدبير إداري السيئ لو كانت مؤسسة فيها إدارة كفاءة وفيها إدارة أكثر لم يكن تكون هذه المشاكل كاملة بالفعل سألوم من ضمن الحواج الذي يسمع لكم أحضرت فيهم هي كما قال الطبيب القلب يلبية من عنده رونديفو خسكتنا ثلاث شهر وطبيب السيد قال خسكتنا نعم تحليل الطبيب بعد المرات في شهر يقول في شهر تحليل الكوليستيرول أو مرض يعني 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 وحنا عايننا حالات الناس التي تتوفاوا بسبب ما عايننا حالات في الاحتجاز مواطنات مواطنة واندة ما خلوهاش تخرج يقولوا لي إذا أريدت تخرجي من أوراق خرجي وانت جيتي وبتالي نحن هذه الساعة ننظم وقفة احتجاجية ونتمنى أن تكون كبيرة وحاشدة ولكن هذه وقفة أول ياما مكان العدد ستكون مع الخميس بعد ثلاثة أونس من داخل هذه المنبر الجديدة المواطنات والمواطنين وبصفة خاصة المتضررات المتضررين وكافة قوى الديمقراطية لتحصل بهذه وقفة احتجاجية ولكن سننظم برنامج كما نفعل ولكن سنقوم بحاجة وعندما سنقوم بحاجة لأنه لن يتمنى لذلك إذا إذا كان بالنسبة ل هذا السبيطر وهذه الخروقات كاملة وهذه الوقفات كاملة ويقوم بحاجة هذه الأمور فهو سنرى كفاقي في أجنحة وهو مبتور من جناح لأمراض العقلية والنفسية هذا الجناح الذي يبقى في المستشفى محمد الخاميس والذي لأسف كما أسمى الإخوان ليس بقسم الأمراض النفسية والعقلية وإنما معتقل قوانطاناو وبالفعل سي العسان والله القصد لا دخلتي إليه هتحسب رأسك في قوانطاناو دخلت لي وعائمت الوضعيات رأسنا ما لدينا مستشفى هذا كلام المستشفى الإقريمي لماذا لا يمكن أن أعطيه تسمية ولا مستشفى محمد الخاميس السابق لأنه لم يسمى الأمراض العقلية أنا رأس كنبو يا عمر حسن منه رأس كنبو يا عمر الناس كنت قاتل والطارب والطيح والطوض رأس كنبو يا عمر حسن منه ونبتغرها 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 لأننا قدرنا معهم لقاعة متعددة لا يمكن كل حوار الصمخة لا يمكن أن يقضي نتائج وهذا هو وزير الصحة لا يمكن أن يقضي الحلالة ونحن نضيئ لأنه لا يمكن أن يتحرك عند الأقل ونحن نضيئ ونحن نضيئ ونحن نضيئ لأن هذا المشكل هذا الورد الذي كان يجب أن يقضي الخدمة الإجبارية ويقضي على التوظيف بصفة نهائية في القطاع الصحة العموبي والذي فرضوا عن طلبة الطباء بالنظارة قوية وبطولية لو يتراجع على هذا المشروع يجب أن يقضي الخدمة في المشروعات ويقضي أدابة في المدن لا تتكلمون عن المناطق النائية التي يقولون للناس أن يتعاجعون في المناطق النائية يأتي الشغرة لا يوجد علاج فقط في الجديد ولكن هناك الإهانات ومعاملة السيئة ومعاملة في المواعد كان الغياب من موارد البشرية وكانت تحجزه ومعاملة السيئة جميلة ومعاملة السيئة التي سبب بها والحقق فيها من البوليس ويقضي التهم كانت الشواهي الطبية التي لم يزورها أن يقضي أدابة حالات منها ومعاملة السيئة التي كانت نتبع في المناطق النائية ما حال فيه من جماعة إلى واحد من كل جماعة عنده حالة مستعجلة كالطلب الإنعاش بطريقة استعجالية هنا لم يكن يمشي فرأي الله كانت 12 سرير الإنعاش مستودع الأموات فيه 12 يعني 12 في المستودع فيه 12 مكان وإن لم يكن تحقق هذا المستودع في حين أنه مستودع الأموات الجماعي من هرخة تلاجاته في التسعينات لم يكن يشريهم ولم يكن يغيرون رأى مدى بكين في هذه الإدارة ولم يكون محسوبة إدارة مغربية ولم يكن يحمل العالم المغربي لا يدينه نحن لاحظنا كانت واحدة حديثة تسير وقاموا الناس مصادين الناس قاوموا جبدين في كل ورد ما عند المدير يستقر ما عند المدير يستقر ما عند المدير يستقر في كل ورد قالوا لي ما عند المدير لا يستقر سيرتك لأنه يرى مغربية للأسف هذا رد من المدير المستشفى وقاموا بصير لأنه بحل لك يقول لك ما عندكم وزير الصحة كون كان عندكم وزير الصحة كون جاء دار معي أنا اللي هو الإجراء عادي شو بلد الناس هاته أسرة على أي ناس نحسر بغير من عندك نداء آخر لأن المواطنين يجد جديدة أشكتنا دائم كنقول جميع المواطنات والمواطنين يجد جديدة لأنه لا يوجد الإمكانية لأنه يجد خمسة النجوم والذي تاجعون المستشفى العقليمي لأنه يطلقون العلاج ويطلقون العلاج ويطلقون تحليلات ويطلقون 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 هذا يجد نهار الخميس مع الثلاثة أمام المستشفى لأنه يحتجوا بصوت واحد ضد هذا الوضع ومن خلال جريدة كنقول السيد الوردي يمشي حد السويرس رابشم شكرا شكرا